السلام عليكم حبيبتي ان شاء الله تكونوا بخير و لا خير قبل ما نبدأ الفيديو وصلوا على النبي عليه الصلاة و السلام لا تنسوا اشتراك و اعجاب القناتي و تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل جديد كما قلت لكم يا ابنات الوصفة عنها اليوم هي روز بالفرميسال ولا بالدويدة الوصفة هذي راه ينتق بنتي و ان شاء الله تشوفوا كيفاش حضرتها يلا ندخلوا مع بعضنا للمطبخ كما راكم تشوفوا هنا راي بدات هنا تقلي دارت عبارة الدويدة راي تقلي فيها بشوية مغرفة الزيت و مغرفة الزبدة كما راكم تشوفوا حتى رجعت حمرة هنا راح تشمخ في الروز دارت زوزر بعض الروز عبرت بهذا البول هذا كما راكم تشوفوا هنا راي تشمخ فيه مليح يعني هنا تغسلوا غسلاته المرة اللولى عاودة صفاته كما راكم تشوفوا هنا راح تزيدوا لمرة الثانية و الثالثة بفالة حتى نتشوفوا حتى نتنحيلوا ان شاهدك نتاعه كامل بفالة كما راكم تشوفوا يا البنات هنا راي عاودة تغسلاته و عاودة صفاته هادي المرة الثالثة اللي راي تغسل فيه بفالة كما راكم تشوفوا يا البنات هنا تحطوا تصفيهم لحم الماء بفالة هنا راح تزيد بولت الماء يكون سخون راح تزيدوا للدويدة بفالة هنا تحطي الدويدة تحطي على نار ضعيفة بفالة كما راكم تشوفوا يا البنات هنا راي جات الاسكالوب راي تقص فيه تغسلوا مني حتنظفوا اه ديلوا شوية تاع الملح وشوية تاع الخل ومبعد تعود تقصوا دي بتيدي هنا راي دارت الملح كما راكم تشوفوا يا البنات هنا لحت الروز تحطى مع الدويدة وراح تزيد لهم زوجة الماء بالبول هادا كبعد زوجة الماء وتنقص له خلاص وتخليه الطبع لا راحتو فالة كما راكم تشوفوا هنا دوكار هنا راح نرجعوا كما راكم تشوفوا يا البنات شوفوا هنا روز تحطى ومازال ما شربش مليح الماء وشوفوا هناك كل حبة وحدها نتاع الرز هنا راح نرجعوا للاسوس تاع الرز هنا عندنا الزبدة عندنا البصلة هنا عندنا سكالوب عندنا الخماج عندنا الملح وعندنا لكخام فخاشة التبخ كما راكم تشوفوا فيها هنا هنا عندها دارة المعدنوس والزيت والطماطم والهريسة والتواب اللي راح تخدم بهم فالا هادو هما عندها البابريكا عندها الكيغي عندها فلفل كحل وعندها كلمون خضر هنا اللي عنده يعني الكوركم حتى هو يزيد له احنا نعرفوا الجاج كامل اللي يحب الكوركم ويحب الكمون خضر هنا دارت مغرفة تاع الزبدة دارت فنجل تاع الزيت هنا خليت حتى نذبت الزبدة تحمله كما راكم تشوفوا هنا راح تحط البصل تخلي حتى نذبت الزبدة تنقص لغمليه وتخليه يطيب حتى نبدأ يذبت الزبدة فلا كما راكم تشوفوا يا البنات نرجعو هنا دركالي سكالوب بعد ما غسلاته ونظفاته وقصاته كما راكم تشوفوا فيه مربعة صغيرة هنا راح تمرينيه فلا كما راكم تشوفوا هنا هنا راح تدلوا مغرفة صغيرة تعفل في الكحل البنات هنا تقدروا تدلوا الزي بيس اللي يتباعوا انت مخص بالجاج فلا كما راكم تشوفوا هنا بدا تدلوا الزي بيس اللي كنت يعني عرفتكم عليهم هاد الول فلا هادو هما الكيغي كوركم كيمون الخضر فلفل كحل وهنا كما راكم تشوفوا يا البنات هنا بدا تدلوا في التوابل اللي ذكرتهم كبيلة هنا راح تمريني الجاج التاحة وتخليه حوالي عشرين دقيقة حتى يعني الاسكالوب يشرب منيه التوابل هادوك فلا كما راكم تشوفوا هنا هنا يزدت زوج مغرف صغيرة تعالى متاغد وشي يعطيوها البنا للاسكالوب تاحا واللاسكالوب تاحا يتراو شوية شوفوا يا البنات هنا لاسكالوب تاحا رايز زادتهم للبصل بعد ما ذبال خلاص كيما راكم تشوفوا هنا تزيد تعاو تقليهم الليح ديما على نار كيما تكون ذليلا باش ما يتحرق لهاش البصل فلا كيما راكم تشوفوا هنا يا البنات هنا راح تزيد كاستع الماء وتخليهم يتقلوا و أنت زي يعطي ما استعыпت تماطم وتطريد عن الريس هرسه يعني المغرفه ، مغرفه هرسه هنا كاناء الغريسة هرا نتعاد قضيaban هنا تزيد تقلي كيما قلت لكم وأنا تزيد تطريد الك الزتح الليح بطريقا تقفل عليه وتخليه شوفو هنا روز تحوم قريبي طيب هنا زادت شوية تاع الملح هنا كما راكم تشوفو بعد ما عقدت يعني المرقة تحاش شرب المرقة تحاش شرب هذيك المرقة هذيك هنا راح تضيد لهم كرام فخاش انتع الطبخ احضر كاس ونصف كرام فخاش وفورا كما راكم تشوفو هنا هنا راح تخلي السلسلة تحت تعقد شوي وتضيد لها الفروماش وتقفل عليها كما راكم تشوفو يا البنات هذه هي السلسلة تحت سلسلة الروز بالفرميسيل كما قلت لكم هنا زادت لها الفروماش هنا فروماش يضب بركة تقفل عليه وهنا يبدأ تدريسي في الأطباق تحت خلال لها الفروماش كما راكم تشوفو هنا كل طبق واحد كما راكم تشوفو هنا روز كيف احضر لصاص تحت هي السلسلة حدودة سوف نقول لكم يا البنات والله البنة يعني البنة ولا أرواح كما راكم تشوفو هنا شوفو كيفاش هنا راه يحطت كل شخص في طبقه هنا رفقاته بهذا السوب هذي الكابوية إن شاء الله يعني في فورس أخر إن شاء الله كنت أدي لكم الوصفة نتاحة حتى هي السوب يعني وش راح نقول لكم هايلا 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 فلا هذي هذ هو الطبق تعالى هاليوم روز بالفرميسال فلا هذي يعني شوفو البنات كيفاش يجي شوفو يعني كل حبة وحدها فلا شوفو يا البنات والله البنة ما عندي ما نقول لكم إن شاء الله تجربوه يا البنات وتعطيونا أرايكم فيه فلا شوفو يا البنات كيفاش حتى يعني كيفاش ناااة ناكلوه ندرو شوية العساس وشوية التعراز موسيقى